وحول معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2017 بايدك معنا في ستوديو مركز الأخبار سعادة الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات ورئيس مركز أو مؤتمر التحالفات العسكرية في الشرق الأوسط والمتحدث الرسمي لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع بايدك 2017 نرحب بك سعادة الشيخ الدكتور عبد الله بن أحمد الخليفة في مركز الأخبار ونشكرك على تواجدك معنا في البداية ما هي رؤيتكم بالنسبة لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2017 وما هي العوامل التي ستكتب له النجاح والتمييز بإذن الله استطاعت مملكة البحرين أن تتبوأ مكانة مرموقة دوليا عبر السنين من خلال وجودها كواجهة إغليمية ودولية للمعارض المتخصصة ويأتي تنظيم معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع ليعزز هذه المكانة حيث يقام تحت رعاية سامية من لده صاحب الجلال الملك حمد بن سال خليفة حفظ الله ورعاه وقد توفرت له كافة أسباب وعناصر النجاح من خلال الرعاية السامية والتنظيم وقوة الفكرة والهدف والحضور والمشاركة ويأتي دعم قبل دفاع البحرين ونظرة وجهود صاحب المعالي المشير الركم الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة ودعمهم لهذه التظاهرة والفعالية الدولية ومن خلال ترأي السمو العميد الركم الشيخ ناصر بن حمدال خليفة قائد الحرس الملكي رئيس لجنة عليا المنظمة لمعرض المؤتمر البحرين الدولي للدفاع الذي من خلاله استطاعت أن تتظافر جميع جهود الدولة ومن خلاله كان هناك كل الدعم اللازم لجميع الجهات وشعرنا خلال السنة الماضية ونحن نحضر لهذه الفعالية وجدناه معنا كأخ وقائد وقدوة لنا هذه الفعالية بلا شك هي فعالية دولية فريدة من نوعها هذا الحدث يعتبر المعرض الدولي الأول من نوعه في المنطقة يوفر وسائل الدفاعية الثلاث الجوية والبرية والبحرية وسيكون على هامشة مؤتمر متخصص للتحالفات العسكرية في الشرق الأوسط إلى جانب فعاليات المصاحبة خارجية من تمارين رماية حية من عروض لسفن حربية وآليات وغيرها نعم سعادة الشيخ بالحديث عن مؤتمر التحالفات العسكرية في الشرق الأوسط بصفتكم رئيساً لهذا المؤتمر ما هي الأهداف التي وضعتموها لهذا المؤتمر بالتحالف؟ حرص سموه رئيس اللجنة العليا أن يكون هناك توازن بين المعرض والمؤتمر وإذا ما نظرنا إلى الشرق الأوسط والأزمات والطوق الأمني الملتهب الذي يحيط بنا سنجد بأن معظم هذه الأزمات تدار من غبل تحالفات عسكرية ومن خلال وجود مملكة البحرين ممثلة بقوة دفاع البحرين الباسلة في كل من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن والتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الثرهاب بقيادة المملكة العربية السعودية تقرر من خلال تكليف مركز البحرين دراسات استراتيجية والدولية دراسات كشريك للمعرفة للمؤتمر بأن يتواصل مع هذين التحالفين وحصلنا منهم على كل الدعم ورحبا بكونهما معنا كشريكين أساسيا في المؤتمر ومن خلال التحضير لهذا المؤتمر عقدت عدة اجتماعات معهم تم اختيار المحاور بعناية تم اختيار المتحدثين بدقة وتم خلال التحضير التواصل مع هذين التحالفين لتصلت الضوء على دورهما في إرسال أمن والاستغرار في المنطقة مملكة البحرين كان لها حضور ودور بارز في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وتبين ذلك خلال السنوات الماضية وتفخر مملكة البحرين بكونها عضو مؤسس في التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الثرهاب ويسعدنا أن يكون معنا في المؤتمر قائد التحالف الإسلامي العسكري الجنرال رحيل شريف الذي سيشارك معنا وسيكون أول ظهور رسمي له بموقعه الحالي في مملكة البحرين وجاء اختيار هذه المنصة التي يوفرها هذا المؤتمر ليعزز ويؤكد ثقته بمملكة البحرين واهتمامه بالمشاركة معنا وإدراكه بأن هذه المنصة دولية ستجمع الخبراء العسكريين والقاد العسكريين والاستراتيجيين والسياسيين والدبلوماسيين نعم ساعدت الدكتور طبعا هناك الكثير من المزايا والفوائد التي ستعود على مملكة البحرين بالتحديد من إقامة مثل هذا المعرض والمؤتمر هل لك أن تحدثنا عن المزايا والفوائد التي ستجنيها مملكة البحرين من استضافة هذا المؤتمر الهام هنا على أرض مملكة البحرين يعد معرض ومؤتمر البحرين دولي للدفاع مساهمة من مملكة البحرين في إرسال أمرو الاستغلال منطقة سواء كان من خلال توفير منصة شاملة لكبريات الشركات الدولية لعض أحدث تغنياتها ومعداتها وأنظمتها الدفاعية والعسكرية أو من خلال تقديم الفكر والرؤى الاستراتيجي من خلال مؤتمر متخصص يجمع المهتمين والباحثين والعسكريين في منصة واحدة التي تباحث هذه الأفكار والرؤى ونتطلع ونعول بأن يتم استثمار المقاومات التنافسية الموجودة في مملكة البحرين وإذا ما نظرنا إلى معرض المؤتمر البحرين الدولي للدفاع بنظرة أوسع سنرى بأنها رؤية شاملة لتعزيز ممكانة مملكة البحرين دوليا لتصريد أضواء الدولية على المملكة لتنشيط الاقتصاد الوطني ولنقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة نعم نتمنى لكم كل التوفيق والسداد في إنجاح فعاليات هذا المؤتمر وسنكون معكم قلبا وقالبا من خلال تغطية تلفزيون البحرين سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد الخليفة رئيس مجلس أمناء مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات ورئيس مؤتمر التحالفات العسكرية في الشرق الأوسط والمتحدث الرسمي لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2017 شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر